وعايز اترك لحاجة تانية طبعا كابتن محمود يعني هنأ المنتخب المغربي على الانجاز التاريخي ولكن هنا التهنئة يعني كانت تحمل معاني كثيرة هو طبعا فرحان كلاعب عربي نجم كبير كان يعني اسطورة كبيرة يعني يعرفه كل العرب وكلمته كانت واضحة انه المنتخب المغربي حقق ده نتيجة منظومة كاملة مش منتخب بمدير فني الجميل انه حقق هذا الانجاز بمدير فني وطني مغربي مش مدير فني اجنابي يعني يعني مية في المية صناعة مغربية هذا الانجاز باتحاد مغربي وخلي بالكو احنا لمسين التطور الكبير احنا كناس متابعة للكرة حاسين بالتطور الرهيب اللي حصل فيه كرة القدم المغربية من عشر سنين يعني هذا الانجاز جي نتيجة بناء فيعني يعني طبعا هو كابتل محمود الخطيب غيران طبعا اكيد او نفسه طبعا المنتخب المصري يكون يعني يحق انجاز كبير زي ده ولكن ده مش هيحصل الا اذا كان منظومة نجحة كاملة في ادارة كرة القدم في مصر وياما كابتل محمود الخطيب يعني اتكلم عن هذا الموضوع خاصة ان النادي الاهلي بوضعه كان بيتعامل وبيصطدم بالفرقة المغربية وكان بيشوف منظومة الكرة القدم في المغرب ماشي ازاي وكتير كابتل محمود الخطيب والمسؤولين في النادي الاهلي قالوا يا جماعة شوفوا اللي بيحصل النادي الاهلي كان بيقف لوحده النادي الاهلي كان بيقف لوحده قدام منظومة نجحة كبيرة يعني في المغرب كان بيقف لوحده بدون سند بدون ظهر ومع ذلك كان بيقدر النادي الاهلي ان هو يعني على قدر طبعا قوته وتاريخه وانجازاته انه يفوز ببطولات افريقيا ويطلع بطولة العالم او كاس العالم ويشرف الكرة العربية والافريقية يعني منظومتين نجحين النادي الاهلي كان منظومة نجحة النهاردة كابتل محمود الخطيب رئيس النادي بيتكلم عن منظومة ايضا لكرة القدم في الدولة المغرب الشقيقة نجحة ايضا فنتمنى طبعا وكابتل محمود الخطيب كلامه بين السطور واضح انه طبعا نفسه يتمنى وانا كواحد يعني اكيد محب المنتخب بلدي نفس اشوف في يوم الايام منتخبنا بحق هذا الانجاز او انجاز اكبر من ده ومش بعيد عن مصر مصر قادرة مصر اول منتخب لعب في المنديال عربي ومنتخب المغرب حق الانجاز ده زي ما قلت لحضراتكم بمدير فن مغربي وده الانجاز وده اللي يوضح قديه هم تطوروا في كل عناصر اللعب مش بس يعني مش بس لعيبة مغربيين لا واجهاز فن مغربي ومش وليدة اليوم زي ما قلت لحضراتكم عشر سنين احنا شايفين ويمكن اكتر من كده تطور في المنظومة كرة القدم المغربية ولكل مكتهد نصيب من جدة وجد تعبوا واكتهدوا واشتغلوا فلازم يكون المكافئة الربانية على احسن ما يكون النهاردة المغرب بتوصل قبل النهائي وكسبة منتخبات دول عظمة في كرة القدم اسبانيا البرتغال كندا بتتعادل مع كرواتيا بلجيكا انا اسف كسبة بلجيكا يعني اصدى اقولك ان المنتخب المغربي ما تأهلش القبل النهائي وكاد سكته مليئة ومفروشة بالولود لا كانت فيها منتخبات قوية وهو خرج هذه المنتخبات بالكرة وبالدفاع وبنجوم وشفنا كمان دعوات الامهات المغربيات اللي اشاد بيها كل العالم هنا البعثة المغربية اللي طلعة تؤاذر الفريق المغربي على رأسها الامهات والاباء اللي هما زي ما عارفين ان الخلية خلية الاسرة هي الاسرة الاساس في النجاح الاسرة اللاعب اللي انت شايف في الملعب ده كان والده والدته هم الاساس هم اللي حطوا الولد او اللاعب على هذا الطريق انه يبقى بطل وهو ده اللي احنا عايزينه الاسرة المصرية ترجع لدورها تاني ولازم يتبقى هي اللي بترع اللاعب وعارفة يعني ايه ترع اللاعب عشان توصله بطل النهارده حكيمي لا يخجل ابدا من تاريخ والده والدته بالعكس بيتباهى بيهم في كل مكان النهارده يعني رجراج المدير الفني للمغرب النهارده بيجري بيشق طريقه وسط الجماهير عشان يوصل لوالدته فدي طبعا رسالة رسالة انسانية كبيرة ان الام والاب هم الاساس في ان يعملوا اي بطل ومهما وصل هذا البطل لن ينسى دور والده والدته حقيقا حبيت اتكلم عن هذا المشهد العظيم وكل التمنيات لمنتخب المغرب والاماني لسه ممكنة فيش حاجة كبيرة منتخب تونس كسف منتخب فرنسا منتخب تونس الشقيق اذا منتخب المغرب يقدر ليه لا ليه ما نحلمش ان بطولة كأس العالم تبقى من نصيب دولة افريقية ليه ما نحلمش منتخب المغربي علق اماننا وطموحاتنا الف يعني مليون مبروك ونتمنى ان شاء الله في يوم الايام كواحد مصري عاشق طبعا لبلد ومنتخب بلد ونشوف مصر في يوم الايام يعني تحقق هذا الانجاز الكبير